أمام البرلمان دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن قرار برلين المتعلق بتسليح أكراد العراق الذين يواجهون تنظيم الدولة الإسلامية مبررة ذلك بخدمة أمن أوروبا نحن نواجه خياراً لا نخاطر من خلال عدم المساعدة بأي شيء لكن في النهاية علينا أن نقبل بانتشار الإرهاب أو أن نفعل شيئاً لمساعدة من يقاتلون بشجاعة بأقل ما يملكون من إمكانيات ضد إرهاب تنظيم الدولة الإسلامية الحكومة الألمانية كانت قد أعلنت أنها سترسل معدات عسكرية إلى أكراد العراق بينها منصات صواريخ مضادة للدبابات وبنادق وقنابل يدوية يشار إلى أن ألمانيا وبتسليحها لأكراد العراق كسرت التقريد الذي تتبعه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية القاضي بعدم إرسال أسلحة إلى مناطق النزاع